اشتركوا في القناة فعل الخادم ذلك ومضى فقال سموئيل لشاول امكث هنا قليلا عندي لك رسالة من الله ثم اخذ سموئيل قنينة زيت الزيتون وصب على رأس شاول قبله وقال له لقد مسحك الرب ملكا على اسرائيل لا بد ان ما حدث صدم شاول ولكن لكي يتأكد ان الرب هو الذي مسحه ملكا اخبر سموئيل شاول انه في طريق عودته الى المنزل ستحدث ثلاثة امور خاصة قال له سموئيل ستقابل اولا رجلين وسيخبرانك انه تم العثور على الحمير بعد ذلك ستلتقي بثلاثة رجال احدهم حامل ثلاثة جداء وواحد حامل ثلاثة رغفة خبز وواحد حامل زق خمر سيسلمون عليك ويقدمون لك رغفة خبز يمكنك ان تأخذه بعد ان يحدث ذلك وتواصل رحلتك ستصادف زمرة من الانبياء وهم يعزفون الموسيقى برباب ودف وناي وعود وهم يتنبؤون سيحل روح الرب عليك بقوة فتتنبأ معهم وتتحول الى رجل اخر نعم يحدث هذا مع الناس عندما يعمل روح الرب في قلوبهم يمكن ان يحدث هذا معك ايضا عندما يعطيك روح الرب قلبا جديدا يريد ان يحب الله ويتبع يسوع ستصبح شخصا مختلفا وهكذا انطلق شاول ما هي الافكار التي تدور في ذهنه بكل تأكيد حدث بالضبط كل ما تنبأ به صمويل قابل شاول الرجلين الذين اخبراه ان الحميرة قد تم العثور عليها وبعدها قابل الرجال الثلاث الاخرين وحصل منهم على رغيفين من الخبز ثم حل روح الرب علي فبدأ يتنبأ مع الانبياء الاخرين رنم ومجد الله عندما عاد شاول الى البيت سأله عمه اين كنت اجابه شاول كنت ابحث عن الحمير ولكن عندما لم نتمكن من العثور عليها ذهبنا الى صمويل قال له عمه اخبرني ماذا قال لك صمويل فاجابه شاول اكد لنا انه تم العثور على الحمير لكن شاول لم يخبر عمه بما قاله صمويل عن كونه قد اصبح ملكا ثم اتى اليوم الذي دعا فيه صمويل شعب اسرائيل الاجتماع قال لهم هذا ما قاله الرب اله اسرائيل انا اسعدتكم من مصر انقذتكم من كل مضايقيكم لكنكم الان رفضتم الهكم الذي خلصكم من كل المصائب والكوارث قلتم لا اجعل علينا ملكا فامثلوا الان امام الرب باصباطكم وعائلاتكم لكن كيف سيعرف الاسرائيليون من هو ملكهم حسنا في البداية تم اختيار صبت بن يمين بالقرعة ومن صبت بن يمين تم اختيار عائلة شاول واخيرا من عائلة شاول تم اختيار شاول بالقرعة لكن عندما بحث الشعب عن شاول لم يجدوه فسألوا الرب هل اتى الى هنا فاجابهم الرب نعم وهو مختبئ بين الامتع فبحث الشعب عنه واحضروه وعندما وقف بينهم كان اطول من كل الشعب فقال صموئيل للشعب اسرائيل ارأيتم الذي اختاره الرب ليس مثله في جميع الشعب فهتب الشعب ليحيا الملك ثم شرح صموئيل للشعب ما الذي سيفعله الملك جميع حقوقه وواجباته ودون كل ذلك ثم صرف الشعب الى بيوتهم هل سيكون شاول ملكا صالحا ستستمع عن ذلك في المرة القادمة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة